السلام عليكم وزيكا بنات عمين ايه يا ربكم كنوا بالف خير مكملين مع الزبادي نهاردة هنعمل سكراب تأشير وترتيب وتوريد للشفايف ثلاثة في واحد زي ما بيقولوا سكراب حلو جدا 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 كل اللي انا عايزها معلقة صغيرة زبادي معلقة سكر خشن بلاش السكر الناعم اللي هو السكر الغامع ده بيبقى الدرجة بتاعت الفعالية بتاعته حلوة جدا سنة بسيطة خالص من دم الغزال ونص معلقة ما يتورد كل اللي انا هعمله هحط على الزبادي السكر خلاص هقلبهم مع بعض كويس وهنزل عليهم بحوالي نص معلقة من مية الورد هقلب كله مع بعضه كويس جدا جدا وافضل هقلب كده لحد ما حس انه مية الورد راحت مع الزبادي خلاص وده بيت ما بقتش موجودة برا زي ما انتم شايفينها كده خلاص ما بقاش فيه زي ما انتم شايفين يعني مية الورد دخلت خلاص مع الزبادي والسكر دلوقتي هحط حاجة بسيطة خالص سنة اقل من السنة هاتوا كده نكشت الودان واخدوا على الحرف بتاع حتة دم غزال وحطوه زي ما انتم شايفين كده انا حطيت حتة بسيطة جدا دم الغزال لما تروح الجديه هتبين عندي عطار كويس لان غالبا بيبقى مخشوش شايفين اللون بقى عاملة ازاي هقفلوك الكاميرا علشان تعرفوا تشوفوه الفلاش يعني شايفين اللون عاملة ازاي بقى عاملة ازاي اللون طحفة من غير ما تحطيه كل دنت هتعمله بقى هتعمله ايه زي ما انتم شايفينه كده هتغيديد حطيه على شفايفك هتسيبي عشر دقايق وبعدين لو عندك فرشة اسنان قديمة فروكي بيه على شفايفك بس بالراحة مش بتجامد قوي قوي يعني لان اللي شفافة حساسة او فرشة الاسنان ممكن تدايقها شوية فهافرق المسكة على شفايفي حوالي ديئتين كمان وبعدين هخسله وهتشوفوه بقى لا فيه اشرة على شفايفك ولا متشققها ومترطبة كويس جدا جدا وفي نفس الوقت لونها وردي من غير أي نوع روج أو لبستك شوفكم على خير سلام علي